اي اهوة متر ان حرم بيه؟ لا متشكل اهوة متر لا عفو فيك يلا قهوة الحسين ده ما اخفى على قلبي يا سيدي قدينا من غير جو مش ليلة جاتلي النهاردة ليلة جاتلك فيه؟ على صول الاسبكية وانا عمل امستك لقيت شغل شغل؟ بتشغل ايه؟ ببيع كتب على صول الاسبكية يا نهاركة بيض انت بتبيع كتب على صول الاسبكية يا عباس؟ ومالو يا قر قام حاجة ليلة بقيتزيبونا عندي وليلة عارفت انت مين؟ انا قلت لها ان صاحب ابوها لا 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 كده الموضوع منفعش انا لازم اقولها لا بلاش دلوقت يا محلمة بعدين ان مظروف تتحسن انا هبقاقولها انا كفايا ان انا بطري اشوفها دلوقت مقدرش هتحلم منها تاني انا حب الليلة يا محرم وزي حب ايه قبل بنته ده حب متراكم بعشرين سنة لدرجة انه مدلد على بنتين تانية غيرها بنتين؟ بلا طب لوبنا اخت بحبود اللي انا شغلته في الشركة وعرفينها مين البنت التانية دي بقى يا سيدي؟ بنت ربنا هو اللي بعتني لها انا مش عارف من غيرك اللي ممكن تعمل ايه؟ امر هو منتهى البراءة اللي في الدنيا صار بنتة حلوة كده قادة في شقة طويلة عريبة لوحدها اي حد ممكن يضحك عليها انا سيبها دلوقت عدها نازلة شعبية حدها مفيش معها حد يناولها كوبات مية حد بيقولك يا عم عباس البنت التانية دي انا شجك فيها شكلها كده داخل على حب حب ايه يا محرم؟ بقولك دي قد بنتي هههب بنتي؟ يا محرم انت مش فهم؟ انا عندي عندي تضخم عاطفي في مشاعر الابوة انا عندي ابوة تكفي جامعة القاهرة بحلها ونبي تعلي الكلام يا عباس هاي هاي يا محرم بيت هاي بتعرفها؟ ايه اللي اعرفها؟ دي راشا يا ابني في حد ما عرفش راشا عباس؟ رايح فين عباس؟ راشا؟ مين ده؟ ده الدكتور بتاعي اهلا يا دكتور عباس اعرفك ماك دي بيه؟ دكتور برده؟ لا ده بقى منتج سينمائي هينتج لي فيلم اهلا وسهلا اهلا 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 ده اللي خلاك المنزل يوم تتعاملها؟ ما عليش بقى المرة دي سماح عشان خطري انا ما كنتش متصور انك كدابة بالشكل ده انا غلطان ضيعت وقت معاك بالوقت فهمت ان ده كثير للناس دي انطلاقين عندك بيعملوا ايه؟ انت سابقة في حاجة واحدة انك صاحبة مرض ملوش شفة بتشرب حاجة يا دكتور؟ لا انا شربت اشرب انت مالو دكتور؟ في ايه؟ زعلان عشان نزلت وانا تعبانا ولا يهمك منه صحتك يلا بينا اخر هي دي البنت اللي كنت بكلمني عليها؟ انا عايز اقامشي من هنا يلا طبوا الاكل صلاة الله انا مستنيك برشا عباس رايح فيني عباس قولي ايه اللي وداك عند البنت اللي اسمعها يا رشا قولي معاها؟ انت تعرف ايه عن رشا دي يا محنم طب وده اهمك في ايه؟ اهمني قوي ياه في الدرجة دي البنت دي شغلك؟ شغلين ايه بس يا محنم قولي تعرف ايه عني؟ هقولك ايه بس عباس حتة بيتة صائعة متسيلش حتى ان احنا نتكلم عليها دلوقتي ماليش عشان خطرة قولي انت عرفتها ازاي؟ هقولك يا سيدي البنت دي من حوالي ثلاث سنين جيت اشتغلت عندي في السكرتاريا في الشركة اول ما جيت كانت لابسة اسود اسود الظهر انها كانت بتمر بظروف صعبة شوية حالة وفاة ولا حاجة زي كده هي دايما ظروفها صعبة كده هي في الاول صعبة علي طبعا مزأدت في تلات شهور الانيسها رشكو تتتقلد من السكرتاريا وبقيت مديرت مكتابي مديرت مكتبك وده بقى نظرا لكفاقتها ولا لامكانياتها هههههههههههههههههههههههههة بمنتظر صراحة هي امكانيات اكتر منها كفاءة طبعا ومشيتها ليه؟ يا عم الشركة بازت من ساعة ما جيت الموظفين طول النهار طلعين نازلين بيتلاككوا على اي حاجة عشان يكلموها طبعا بيومينك انا حياتي تلخبطت في البيت وفي الشركة حاسيت بميل غريب قوي ناحيتها بيتش عارف اعمل اي حاجة في حياتي من غيرها اصل راشا دي يا عرس يا اخوي نوع غريب قوي من الستات عاملة كده زي حتة القطيفة نعمة جدا ورقيقة جدا ما تخش قلبك جدا والله ده انت بتحبها بقى حب مين يا ابن؟ حب واحدة دي بنتي عمال ايه بقى تخش القلب جدا دي؟ المهم ما عملت معها ايه؟ هعمل ايه يعني؟ مع وجود بنت بالجمال ده والقنوسة دي في حياة راجل متجوز يعني قبلها زمنية ممكن تنفجر في اي وقت ما انفجرت ما اخوك شل الفتيل رفتتها بس بيني وبينك خدت وقت كبير قوي على بل ما خفيت منها اصل النوع اللي زي راشا ده لازم تسيبه بالتدريب على جرعات انا سكتها خلاص من غير قرآات من غير قرآات شكرا اشتركوا في القناة